النهاردة أبدأ حلقتنا بالحديث عن المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان ده مشروع رئاسي وهدفه أن احنا نوفر دخل يومي للمزارع المصري وكمان نقدر نوصل بلبن آمن إلى جهات تصنيع هذه الألبان اللي أنا عايز أقوله وباختصار شديد جداً وزارة الزراعة رصدت حوالي 825 مركز لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية وجاري تطورها بالفعل باستثمارات تجوزة 300 مليون جنيه العمل في هذه المراكز يسير على قدم وصاق احنا زورنا العديد من هذه المراكز كمان اللي عايز أأكد عليه وبشكل حاسم جداً أن وزارة الإنتاج الحربي نجحت مع وزارة الزراعة في تصنيع محالب نصف آلية هذه المحالب لصغار المربين احنا بنتكلم أن 80% من الصروة الحيوانية المنتجة للألبان عند صغار المربين اللي عنده بقرة واثنين وعشرة بالكثير هؤلاء المربين هنوفر ليهم محالب نصف آلية متنقلة يعني ينقلها من بقرة لبقرة الهدف أن النقطة الحرجة اللي عندنا ليست فقط هي مركز تجميع الألبان ونقله للمصانع ولكن النقطة الحرجة الأصعب وبشدة هي نقطة الحلب يعني مرحلة الحلب في بيوت وحزائر صغار المربين للصروة الحيوانية في الكطاع الريفي المصري احنا بنتكلم في مشروع قومي وبالتالي يجب أن تمتد خدمات المشروع إلى كل سلاسل إنتاج الألبان بداية من صغار المزارعين وحتى مصانع تصنيع هذه الألبان وشفنا قبل كده إزاي قدرنا نطور أحد مصانع الجبنة في مصر عشان يقدر يستقبل ألبان صغار المنتجين من مراكز تجميع الألبان كمان وزارة الإنتاج الحربي نجحت في تصميم إقصاط للألبان من الستلستيل كلها معمولة حتة واحدة يعني ما فيش أي لحمات في هذه اللقصات معروف أن اللحام كان يتجمع عنه الجرسيم والمايكروبات وبالتالي تم تصميم إقصاط هذه اللقصات أبارة عن حتة واحدة متصممة عشان تستوعب الألبان اللي بينتجها صغار المنتجين يعني المنتج يحلب بالمحلب الآلي داخل بيته أو حضرته المحلب النصف آلي وبعد كده ينقل في اللقصات اللي إحنا برضه هندهاله وبعد كده يروح مركز تجميع الألبان عشان يبرد ويفلتر اللبن وينقله لمصانع تصنيع منتجات الألبان إذن وزارة الإنتاج الحربي بالتنصيق مع وزارة الزراعة نجحت بالفعل في إنتاج الآلاف وأؤكد الآلاف من المحلب النصف آلية صناعة وطنية 100% تكلفته لا تتجاوز 17 إلى 18 ألف جنيه وهيتم توزيعها على صغار المنتجين اللي بيوردوا ألبانهم لمراكز تجميع الألبان المطورة وسيتم قسم قيمة هذه المحلب على مدى سنوات طويلة من خلال توريد الألبان لمراكز تجميع الألبان من صغار المنتجين أيضا يمكن تقسيط إقصاط الألبان المصنوعة من الستل ستيل في مصانع الإنتاج الحربي وتم توزيعها بالفعل على مراكز تجميع الألبان المطورة اللي هيورد هياخد محلب نصف آلي وهياخد كمان إقصاط استل ستيل عشان نحفظ هذه الألبان هذه المنظومة كان يجب أن تتدخل فيها الدولة منذ سنوات طويلة جدا كل التحية للقائمين عليها خليكم معاكم